نيجي بقى أخوانا في رشيد بعتولنا من قبل من روح رشيد لازم تروحوا للمسجد المحلي لأنه ده مسجد مؤثر جدا ومهم جدا وليه تاريخ عندهم مهم جدا وبقالوا مش عارف كم سنة 13 سنة ولا 20 سنة ولا 14 سنة بيترمم فخرجنا من بيت الأمسيالي أو التوبجي يلا نروح للمسجد المحلي وقال لك لا ممنوع محدش يصور في قلت له فيه ايه ده احنا مش هنخش هنخش احنا معناش احنا دايما المساجد اللي هي تصريح من الأوقاف إذا كانت تبع الأوقاف أو من الأثار إذا كانت تبع الأثار والحقيقة الأثار بتتعامل معانا معاملة مش معقولة يعني من حيث تسهيلات كاملة وسمحانا بكل حتة بروح نصور فيها بمنتهى البساطة بس بالتصريح لازم يبقى في التصريح فقلت له بادام احنا معناش تصريح نخش المسجد وهو بيترمم احنا هنروح نهو قدام الباب وننصور المسجد قال لا ده الأستاذ اللي هو اسمه أظن محمود الشربيني حاجة زي كده محمود الفقراني يمكن قال لا ما تروحوش فقلت له طب متشكرين طبعا هي بازار جينة وقع على تزعع وده مش عارب قع على تزعع وحروح مش حروح طبعا احنا مش فاتوانا احنا ناس نلتزم ممنوع يبقى ممنوع ومشينا الحق يقال ان الرئيس المدينة قال اتفضل يعني بس ايه على يعني على استحياء كنت ربت له لا الممنوع من روحولوش لكن فيه صور المسجد بقى كان فيه صور المسجد من جوه بصوا ده عملية الترميم في المسجد المحلي بقى له سنين كتيرة قوي 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 اه وفيه كمان المسجد من جوه مليان مية كده صور ربتان هتشوف انتو اهو اهو بس ده لسه الصور المهمة بقى لسه مطلعتش ده كل ده كويس كل ده شغل كويس ونحترمه ونقدره ونثمنه وكل حاجة بيجدده في المأزانة لكن المسجد من جوه وورونا صور مية وفتاقوا حاجات زي كده يلا نص دقيقة وحنشوف كل الحاجات وبعدين نقول اه يعني تعليق على السور اللي ممكن نشوفها واحنا بنزيع دوت عشان رشيد وعشان كل الناس في كل حدة ازا كان عندهم نفس المشكلة المشكلة يبعتولنا وانا هتكلم دلوقتي عن الصيادين اللي بعتولنا من السويس ان شاء الله زي ما انتو شايفين المسجد ديه تاريخ كبير عندهم واعطيك اه كل سكان رشيد ودي حاجة جميلة جدا في سكان رشيد بدى رغم الحياة الصعبة عندهم شوفوا بقى من جوه عامل ازاي احدي الصور دي بقى هما بعتوه لن اهالي رشيد دي احنا مدخلناش صورنا ده المسجد من جوه وده العملية فعن نرجو ان يكون فيه اهتمام بمشاعر الناس يعني حاجة مش معقولة من حيث الجمال ومن حيث الإحساس بالوطن هتعد تقول لي بحب مصر ومش بحب مصر اقول زي ما انت عايز انما لما تروح لبلد مدينة كبيرة فيها أكتر من 200 ألف فتلاقي كل الناس اللي بتقابلهم وكل الناس اللي بعتت على فيسبوك والحاجات دي كلها بتقولك المسجد المحلي مش بيكلموا على الحالاتهم هم بيكلموا عن أثر كبير عندهم عايزين يجددوه فنرجو انه هو يهتموا بي انا عارف الحقيقة انا مدرك وده الواحد يقول عشان يبقى بيقول ده وده انه العب كبير جدا على هيئة الاثار او وزارة الاثار في انه الحاجات اللي عندنا ماشى الله كتير جدا عشان يقدروا يشتغلوا فيها عايزين ميزانية ضخمة جدا 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 فعشان كده فكرة ان الاماكن دي ممكن تؤجر لمصريين فنانين يقعد في المكان اللي احنا شفناه بيت الامصالي ده في بتاع المصرح الجميل ده واحد يعلم العود لتارة اربعة شباب ما يبقاش فيه ضغط على السلم على الحاجات دي واحد يرسم لوحة واحد يعني يعمل خزف يعمل حاجة تقوم نستفيد من البيوت دي وفي نفس الوقت نصرف عليها زي ما كان عما كنت تبجي عمل للطحونة دي عشان تصرف على البيوت دي بما يحافظ على البيت بين غير يعني ما يبقاش فيه مثلا دورات مياه ولا حاجة عشان الماء ممكن تعمل تأثير ولا حاجة يعني تعمل فيها حاجة لانه من الظلم ان انا اقول وزارة الاثار مأثرة مش مأثرة مش بجملهم يعني انما هيعملوا ايه ولا ايه ترجمة نانسي قنقر